هادئا جالسا فوق كنبة بأحد المباني يقاوم حتى الرمق الأخير بعصا خشبية طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال لما قال إنها اللحظات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار تقول الرواية الإسرائيلية وفق صحيفة هارس إن أحد جنود الاحتلال رصد يوم الأربعاء شخصية مشبوهة تتحرك بأحد المباني في تل السلطان جنوبي قطاع غزة قبل أن تلتقط كاميرا مسيرة تحركات ثلاثة أشخاص وهم يغادرون المبنى وينتقلون بين المنازل الطرفان تبادل إطلاق النار ما أدى إلى إصابة السنوار ومن معها بحسب تحقيقات جيش الاحتلال احتمى السنوار بمفرده في أحدى البنايات بالمنطقة قبل أن تطلق ذبابة إسرائيلية قذيفة نحو البناية وتصيبه بنيرانها وفقها أرتس لم يستسلم زعيم حماس بالرغم من إصابته وألقى قنبلتين يدويتين على جنود إسرائيليين كانوا قد طوقوا البناية تراجع جنود الاحتلال وأطلقت الدبابة قذيفة أخرى نحوها ما أدى إلى مقتله تقول صحيفة الإسرائيلية قبل نحو ثلاث سنوات تمنى السنوار خلال لقاء صحفي أن يموت شهدا فكان له ما تمنى استشهاد السنوار أسقط القناعة باعا عن الرواية الإسرائيلية فعلى الرغم من تبجح إسرائيل بمخابراتها وفعالية أسلحتها وجيوشها فضلا عن الدعم الأمريكي الذي تحضبه في ظل صمت إقليمي أقر الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث باسم الجيش أن السنوار قتل بالصدفة بعد أكثر من عام من المطاردة في قطاع غزة كما أن قائد حماس استشهد وهو يقاتل في الميدان فوق الأرض لا تحتها ليس كما زعم الاحتلال الإسرائيلي الذي روج مرارا وتكرارا أن السنوار مختبئ في الأنفاق ويحتمي بالمحتجزين